موسيقى كل الشكر والتقدير لزملاء المبدعين طبعا سلطان الشمس يمقدم هذه الفقرة وزميلنا كذلكم حمد الياسي معد هذه الفقرة الرائعة يعطيهم العافية دائما يعرفون الأسعار خضروات واللحوم والأسماك في سوق الجبال واليوم نشوف بعد عسل عسل بأنواعه في هذا سوق الجميل مشاهدين استكمالنا لدورها في غرس حب اللغة العربية بنفس الأجيال تحرص مبادرة لغتي على توفير العديد من الورش والفعاليات التي تستهدف طلاب المدارس على مدار العام وتشغل وقت فراغهم في الفترة الصيفية وآخرها مخيم لغتية الصيفية الذي يجد من خلالها الأطفال مساحة من العلم والفائدة ضمن أجواء ممتعة الحديث أكثر حول مبادرة لغتي والمخيم الصيفي نرحب معنا في السيديو الصباح الشاري قبل أستاذة بدرية آل علي مدير مبادرة لغتي صباح الخير وحياة الله معنا في السيديو الصباح الشاري حياة الله يا طيتي العافية أستاذة وشكراً لوجودة معنا اليوم وتكلم عن هذه المبادرة الرائعة وللحمد لله قاعد نشوف تأتي ثمارها عام بعد عام أولاً أعرف أستاذة المشاهدين عن مبادرة لغتي ورسالتها مبادرة لغتها مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هي في مجال التعليم طبعاً هي تهدف إلى تعلم اللغة العربية بوسائل ذكية تستهدف الطلاب من الرياضة الأطفال إلى الصف الخامس في مدارس حكومة إمارة الشارقة وإحنا بدناها من 2013 أطلقناها ولازالت مستمرة وخطينا فيها خطوة كبيرة بحيث أنه انتهينا من مرحلة رياض الأطفال الصف الأول والصف الثاني وبإذن الله بنطلق مع العام القادم الصف الثالث الابتدائي بإذن الله طبعاً أكيد جهود واضحة جهود كبيرة يعطيتي الصحة والعافية وحياة شلو نحن أنتوا كإضافة جميلة للبرنامج وأنكم تعرفون عن المبادرات التي تقدمونها للأطفال بشكل خاص نتكلم شوي عن هدف هذه المبادرة والفئات العمرية المستهدفة بعد بالنسبة للمبادرة هدفها أولاً تحفيز البيئة التعليمية تعلم اللغة العربية وإدخال الذكية إدخال الوسائل التكنولوجية في البيئة التعليمية إضافة إلى رفع مستوى الطلبة في اللغة العربية وجعلها لغة حياتهم اليومية وبالنسبة للمستهدفين مثل ما قلنا من رياض الأطفال إلى الصف الخامس إذا تكلمنا عن المبادرة بشكل عام نتكلم شو عن المخيم الصيفي خصوصاً نحن خلال فترة الصيف الورش والفعاليات والمسابقات التي ضمنها هذا المخيم المخيم نطلقناه من عام 2016 عبارة عن ورش نقدمها في مختلف المخيمات الصيفية الموجودة نحن نحن قائمين على المخيم الصيفي إنما نحن ندخل المخيمات الصيفية الموجودة في الإمارات فهذا العام دخلنا المخيم الصيفي لوزار التروية والتعليم صيفنا يحلو بالقراءة مع مجلس شارقة الرياضي مع نادي سيدات الشارقة مع مراكز الطفل إضافة إلى مكتبة الشارقة العامة هم نظمي مخيمات الصيفية نحن ندخل بورشة من ورش اللغة العربية للطفل نخلي يعني يستمتع باللغة العربية جميل يعني فيه تعاون جميل ما بينكم وبين المؤسسات المختلفة في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات بشكل عام عشان توصلون هذه المعلومات بطريقة شيقة وبطريقة ممتعة يعني بعيدا عن الأسلوب التقليدي في التعليم لكن تكلمتي عن الورش نتكلم شوي عنها بتفاصيل أكثر شو أهم الورش التي اليوم استهدفت أطفال من خلال هذه المبادرة نحن ورشنا طبعا كوننا مبادرة نعتمد على اللوحة الذكية وفي برنامج معد من قبل شركة حروف نتابع لمجموعة الكلمات مثلا ورشة كومت نوع مثلا عندنا ورشة الخيال ورشة الحواس ورشة الإدراك ورشة مسرح التاء ورشة كوكب اللام نحن ورشنا عبارة عن قراءة قصصية يمكن تكون قراءة قصصية باللغة العربية موجودة على اللوحة الذكية وبعدها طبعا المقدمة الورشة تقوم بالأسئلة طرح الأسئلة على الأطفال مناقشتهم بعدها في تمارين في ألعاب موجودة على الجهاز اللوحي بحيث أن الطفل يخرج من الورشة إما بقراءة بمهارة من مهارات اللغة العربية سواء في القراءة أو في مثلا القواعد النحوية مثلا اللام الشمسي اللام القمرية الفرق بينهم بس بسلوب بعيد عن السلوب الممل بعيد عن نذكره بالمدرسة وأجواء المدرسة بأجواء ثانية يعني أكثر قرباً له نجعلها يعني الطفل يحس أن نياس يلعب وهو أيضاً يعني يتلقى المعلومة بطريقة غير مباشرة أيضاً أستاذة المخيم هذا رح يستمر لنهاية الصيف بداية شهر تسعى أم لا نحن نطلق لها ثمانية بدأنا مع أحد المؤسسات تاريخ ثمانية يوليو إن شاء الله نختمها على آخر شهر ثمانية ومثل ما قلنا نحن ليش مع وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم عندما نقول جناح يزور معظم إمارات الدولة في المراكز التجارية فنحن نكون متواجدين وبإذن الله نقول لكم بعد غد نتوجه إلى أبوظبي نكون متواجدين في دا الممول نقدم بعض الورش باللغة العربية بسلوب ممتع من أن يتعرفون الجمهور على مبادرة لغتي من أن الطفل يستمتع بوجود هذه المبادرة هذا النوع من التعلم الذكي ما شاء الله بتتوجهون إن شاء الله إلى العاصمة أبوظبي هذا الدليل على نجاح المبادرة هذه نتكلم شوي عن الأطفال كيف شفتي تفاعل الأطفال يوم على هذه المبادرة أو الورش التي تقدمونها طبعا نقول تفاعل الأطفال يكون حماسي جدا يعني إحيانا إذا كان العدد كبير في المخيم يعني في إحدى المخيمات صح وإضافة إلى نادي القولف ورماية بعد مثلا العداد كانت كبيرة بحيث أنه مثلا كان في الورشة في 95 طفل سيطرة على هذا العدد الكبير أمر متعب يعني ليس سهل لأن الطفل قبلها عنده كان مثلا حصة يمكن رياضة يمكن يحص الأشغال يدوية يدخل على حصة لغة عربية ويشوف الجهاز يعني مجرد ما يشوفون الجهاز اللوحي أن يتفاعل على طول على طول كل حد يبيل اسم كان عشان يأخذ الجهاز اللوحي والحمد لله يعني تقبل الطفل تفاعلوا معانا في قراءة القصاص شفنا مستويات الطلبة لأن مثلا نقول مخيمات الصيفية تستقبل الأطفال من أعمار مختلفة يعني مثلا نحن دوم مفضل في ورشنا من أربع سنوات إلى تسع سنوات كون البرنامج الذي عادينا لها الفئة العمرية فنحاول أن نكون معا ضمن الفئة العمرية لكن تجاوب الأطفال كان جميل سواء البنات أو الأولاد معلوماتهم جميلة يعني مثلا تعرفوا على اللام شمسي واللام القمرية كون أكثر منهم يخربطون بين اللام شمسي واللام القمرية لكن شفنا في مستويات جميلة أن يعرفوا مثلا يفرقون بين اللام شمسي واللام القمرية التال المفتوحة والتال المربوطة يعني كان بالنسبة لهم قراءة قصصية تمارين بعدين هي عبارة عن مهارات في قواعد اللغة العربية فالحمد لله التفاعل كان حاليا في كل المخيمات تفاعل جميل وطيب الحمد لله يا رب أستاذ بدري يعني اليوم في عصر التكنولوجيا والتطور السريع والعولمة يعني شو التحديات التي تواجه اليوم اللغة العربية وخصوصا اليوم صار في انفتاح إلى لغات جديدة وحتى السوق العمل قام يطلب لغات جديدة فاليوم كيف خطتكم لدعم اللغة العربية بأسلوب أكثر سلس وسهل ليصل الأطفال ويتعلق في أكيد لغتها لهم الحمد لله طبعا كمن دولة المرات من الدول التي تحرص عن اللغة العربية فنشوف قوانين طلعت في ضرورة التحدث باللغة العربية المناشدات باللغة العربية في عنا أيام اللغة العربية احنا كمبادرة لغتي لما أطلقها صاحب السمو هالمبادرة أكيد كان في أسباب أنه ما في وسائل حديثة تدخل الطفل باللغة العربية الطفل نحن لا نلغي وسائل تقليدية موجودة لكن الطفل يجب أن نواكب بالأشياء الموجودة لغتنا يجب أن نواكب بالتطور الموجود الطفل إذا شاهد كل شيء مقدم له بلغات ثانية يكون هناك معزل عن اللغة العربية لأنه يبحث عن شيء لا يحصل باللغة العربية يبحث عن برنامج لا يحصل باللغة العربية فيتجه للغات الأخرى لكن مبادرة لغتي لما وفرت لقاعدة من من البرامج اللغة العربية بالعكس هذا فتحت حتى مجال المؤسسات الثانية أن تبدأ بالابتكار تبدأ أن تدخل الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية صح لتسهيل حصول الأطفال على المعلومة اليوم والاستفادة من اللغة العربية شكرا لأستاذة بدريا على موجودة يعطيك العافية الله يعافيك كل الشكر والتقدير مشاهدين لأستاذة بدريا العلي مدير مبادرة لغتي على هذه المعلومات القيمة والمفيدة